المجلس الأعلى مع القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال كما رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لمثاق العمل الوطني والذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوات دفاع البحرين واستذكر المجلس في جلساته الاعتيادية الرابعة عشرة التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية استذكر ميثاق العمل الوطني وما تضمنه من مبادئ ثابتة وتوجهات سديدة تعكس الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم وتنبع من روح المجتمع وتعبر عن آماله وتطلعاته وتتصل بتاريخ البلاد وعاداتها وتقاليدها وتحفظ هويتها وقيمها مما شكل منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ البحرين الحديث وأشهد المجلس في هذا السياق بالدور الكبير الذي تطلع به قوة دفاع البحرين إلى جانب القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى لحفظ الوطن وصون منجزاته ومكتسباته التاريخية والدفاع عنها بما يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها واستقلالها وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دعا المجلس إدارتي الأوقاف الصنية والجعفرية إلى تهيئة الجوامع والمساجد في المملكة لاستقبال الشهر الفضيل وتزويدها وخدمتها بكل ما تحتاج إليه وبالتزم مع احتفاء العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية أشهد المجلس بالمساعي الطيبة لمملكة البحرين في هذا المجال بقيادة جلالة الملك المعظم وأكد أن التعيش من القيم الأساسية الكبرى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لإشاعته وأعلائه في النفوس وفي المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية والثقافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر